اشتركوا في القناة يمكننا رؤية مبنى البلدية من هنا بشكل واضح وهو ما يشكل علينا خطورة حاولنا الاقتراب الى اقرب نقطة من حاجز امني عبر احد المنازل كان علي اخفاء الكاميرا الخاصة بي لكي لا يروها عند العبور من هذا المنزل تمكننا من رؤية القناصة على اسطح المباني وساتر ترابي ممتد على طول الشارع الرئيسي يختبئ خلفه جنود النظام كان علينا ايضا الاختباء عند مرور احدى الياتهم لكن هذا التواجد الكثيف للحواجز الامنية والعسكرية لا يمنع عناصر الجيش الحر من التجوال في المدينة وهم ملتزمون بالمقابل بوقف اطلاق النار تنفيذا لمبادرة المبعوث العربي والاممي كوفي انان هذه كانت اخر القذائف التي سقطت على مدينة القصير قبل يومين يعلم الاهالي جيدا انها لن تكون القذفة الاخيرة التي تطالهم وعلى الرغم من ذلك هم مستعدون لتقديم المزيد اول من طلع بمنطقة حمص هي طلعت الاسخير طلعت هي وتلبيسي قبل المدينة قبل المركز المدينة ولليوم ما وقفت فيها المظاهرات رغم القصف رغم الضرب رغم الشهداء ورغم التهجير اللي صار فيها ورغم الشغل اللي عم تشتغله هي كمنطقة حدودية انا بحطها بالمرتبة الاولى قاشوش مدينة القصير كما يسموه اهالي المدينة يرى ان المظاهرات السلمية مستمرة حتى تحقيق هدفها وهو اسقط النظام يعني ان العالم اول شي طال على الله وانه العالم خلاص مصرة انه بدت اسقط النظام يعني انه ما ظل في رجعة في السابق كانت مظاهرات مدينة القصير تتجاوز الالاف لكن بعد نزوح معظم الاهالي لازلت المظاهرات مستمرة ولكن باعداد اقل يقتنس الاهالي الفرص بين الفينة والاخرى للخروج في التظاهر كل يوم ومقدعة رجال الامن لا كان اسا مظاهرات ولا كان في سلاح ولا كان في شيء تتحدث هنا ام عن ابنها الذي اشتشهد في اوائل الثورة عنده اربع ولاد البنت وقت لي مات وقت لي ترك عمره يومين اصغر وحدي عمره يومين واكبر وحدي عمره خمسة اثنين ليست هي الاولى هنا تحوي هذه التربة عشرات الشهداء الذين تم دفنهم هنا بعد ان تعثر على الاهالي دفنهم في المقبرة الرئيسية ذلك بسبب قربها من مركز للامن العسكري وجدنا عند هذه التربة ام لشهد اخر قدمته مدينة القصير انتنعت عن اظهار وجهة امام عدسات الكاميرات خوفا على اخوته المناهضين كذلك لحكم بشار الاسد لتلفزيون اورينت نيوز براهيم مهنة مدينة القصير من حمص